اشتركوا في القناة معاودة هذه الدروس واستئنافها بعد سنوات طويلة من الانقطاع وسائلا الله تعالى أن يجزي المسؤولين في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وعلى رأسهم معالي الرئيس حفظه الله على حرصهم وتشجيعهم وكثرة اهتمامهم بهذه الدروس التي في هذا المكان وفي غيره من الأمكنة في هذا المسجد الشريف فجزاهم الله خيرا ووفقهم وأدام توفيقهم وأدام توفيق كل المسؤولين في هذا الحرم المبارك وزادهم توفيقا وبصيرة وهدى وتقبل منا ومنهم بمنه وكرمه إنه أكرم مسؤول وهذا الدرس إن شاء الله تعالى سيكون في كتاب من الكتب العظيمة الجليلة المختصة ببيان حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبيينه للناس كما أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فالبيان من مهمة العلماء كما هو معلوم سواء كان بيانا لكتاب الله تعالى أو بيانا لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فهذا الكتاب الذي سنبتدي فيه الدرس إن شاء الله وتعالى وهو كتاب الإمام الخطابي حمد بن محمد الخطابي البستي المتوفى سنة ثلاثمائة وثمانية وثمانين رحمه الله تعالى الذي شرح فيه أحد دواوين الإسلام العظام وهو كتاب الإمام أبي داود السجستاني رحمه الله السنن الكتاب المعروف والمشهور السنن لهذا الإمام العظيم العلم أحد أوعية العلم وأئمة هذا الشأن أحد الأئمة الستة رحمهم الله الذي استفاد الثناء عليه من الأئمة ومن غيرهم من تلاميذه ومن من انتفع بكتابه منذ أن لفه رحمه الله في القرن الثالث إلى يومنا هذا رحمة الله عليه وجزاه خيرا على ما قدم وبذل من علمه ومن ما من الله عليه به ومن ما ذكروا في هذا الكتاب من الفوائد والفرائد فهذا الكتاب قد شرح هذا الكتاب العظيم لأبي داود السجستاني الذي قلنا أنه أحد دواوين الإسلام العظام أحد الكتب الستة التي أطلق بعض العلماء عليها الصحاح الستة وهو فيه صفة أو اصطلاح فيه تجوز لأنها ليست كلها في الصحة ليست كل ما فيها صحيح معاد الصحيحين أما السنة الأربعة ففيها الصحيح وفيها غيره من الحسن والضعيف وغير ذلك مما هو واضح فالمقصود أن هذا الإمام الخطابي رحمه الله شرح هذا الكتاب العظيم والديوان الجليل في كتاب سماه معالم السنن يعني يقصد به سنن أبي داود التي عرفت بها أو التي هو رحمه الله وضع لهذا الإسم لأن المؤلفين كما هو معلوم يضعون لمؤلفاتهم أسماء فبعضها يشتهر بنفس الإسم الذي وضعه له مؤلف وبعضها أو الكثير منها اشتهر باسم آخر أو بمختصر مثل ما يقولون صحيح البخاري أو صحيح مسلم بالاختصار اشتهر بهذا ولكن له اسم آخر وضعه له مصنف أو مؤلفه رحمه الله فالبخاري مثلا كتابه الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه ومسلم المسند الصحيح بنقل العدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا الكتاب ألفه الإمام أبو داود السجستاني أحد الأئمة الستة رحمه الله وكتابه من الجلالة والفائدة والنفع لعموم المسلمين ما لا مزيد عليه فشرحه الإمام الخطابي في هذا الكتاب وقال في تصدير كتابه نستفتح هذا الدرس بتصديره رحمه الله تصديره شارح الكتاب حينما قال رحمه الله قال اعلموا رحمكم الله أن كتاب السنن لأبي داود كتاب شريف لم يصنف في علم الدين مثله وقد رزق القبول من الناس كافة فصار حكما بين فرق العلماء وطبقات الفقهاء على اختلاف مذاهبهم فلكل فيه ورد ومنه شرب معروف الورد هذا كلامه رحمه الله الورد وهو الوظيفة التي يداوم عليها الشخص من تلاوة بقراءة أو ذكر أو نحو ذلك يواظب عليها بدون انقطاع ويواصل عليها يسمى وردا الورد وهو من ورود الإبل ومن ورود إلى الماء من ورود الماء فهذا الورد وأما الشرب فهو الحظ والنصيب من الماء فصار في كل طائفة من الفقهاء على اختلاف المذاهب أصبح لكل منهم يقول ورد وشرب يعني أنهم التفتوا إلى هذا الكتاب واتخذوا منه سبباً واتخذوا منه وسيلة لبيان الأحكام أو للدلالة على ما قضى الله به عز وجل وما حكم به من أحكام مستدلين بما في هذا الكتاب الجليل من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فهذا الشارح رحمه الله صدر هذا الكتاب بهذا القول يعني في ضمن مقدمته وكما سمعتم أنه متعلق بهذا الكتاب العظيم الذي هو كتاب السنن الذي لا بد لنا في بدء هذه الدروس من التقديم بين يديه بين يدي الشرح لهذه الأحاديث التي تضمنها هذا الكتاب من مقدمة تكون مدخلاً يعني لا بد منها ضرورية حتى تسهل الوقوف على ما في هذا الكتاب من فوائد وما فيه من معاني وما فيه من فقه فالتقديم بين يديه بهذا المقدمة أمر ضروري وأرجو أن تتسع الصدور لما في هذه المقدمة أو المدخل إن شاء الله تكون فيها فوائد نستعين بها بعد توفيق الله ومعونته على فهم هذا الكتاب وحل مشكلاته وبيان ما فيه من الفقه والأحكام لأنه مؤلف مخصوصاً لبيان الأحكام هذه الأحاديث التي تضمنها هذا الكتاب الجليل السنن اعتمدها أو جعلها مخصوصاً بالأحكام لم يذكر فيه شيئاً آخر من الأبواب الأخرى من الزهد والفضائل والآداب والقصص والأخبار خصه بالأحكام فلذلك من الأسباب التي تبوأ بهذا الكتاب هذه المنزلة العظيمة هو اختصاصه وأن صاحبه الإمام أبو داود رحمه الله جعله مختصاً بالأحاديث التي تستنبط منها الأحكام فذكر فيه كل ما استدل به عالم أو ذهب إليه ذاهب ذكروا في هذه السنن فالإمام أبو داود رحمه الله عالم أشهر من أن يعرف به لكن لابس من المرور العابر أو السريع على ترجمة رحمه الله فقد ولد في القرن الثالث كما قلنا في سنة مائتين واثنين في مطلع القرن الثالث الهجري وتوفي في أواخر هذا القرن كما كانت وفاته سنة مائتين وخمس وسبعين سنة مائتين وخمس وسبعين فتوفي في مطلع القرن الثالث وتوفي في أواخره وهذا القرن الذي ولد فيه هذا الإمام رحمه الله يقولون أو يصفه العلماء بأنه القرن الذهبي العلمي الذي نضجت في حضارة الإسلام وعلومه واستوت على سوقها هذا القرن الذي ولد فيه الإمام أبو داود والذي عاش فيه وتوفي رحمه الله وقد عاصر فيه الأئمة الجلة من العلماء العظام الكبار من المحدثين والفقهاء مثل الإمام البخاري ومسلم ومثل الإمام أحمد ومن بعدهم أيضا أصحاب الكتب بقية الكتب النسائي والترمذي وابن ماجا وغيرهم في جميع الفن العلم سواء كان في الناحية الدينية الحديثية أو الفقهية أو في غيرها من النواحي كان عصرا ذهبيا متميزا كان يسموه أو أطلقوا عليه أو وصفوه بأنه العصر الذهبي العلمي من ناحية العلمية لأمة الإسلام فألف أبو داود رحمه الله هذا الكتاب كتاب السنن وسماه السنن سماه هكذا السنن لأنه ذكر ذلك بنصا في رسالته لأهل مكة كتب رسالة لأهل مكة بمطبوعة موجودة يصف فيها بأسنن سأرسل إليه لما أرسل إليه يسألونه عن هذه السنن سمعوا بهذه السنن في بلدهم لاستفادة الثناء عليها ووضوح جلالتها وكثرة قصد الناس لها واتمام بها فأرسلوا إليه يسألونه عن هذه السنن وأحاديثها هل هي أصح ما في الباب فكتب إليهم رسالته كتب إليهم هذه الرسالة التي هي مشهورة برسالة أبي داود إلى أهل مكة في وصف سننه فذكر أنكم سألتموني عن كتاب السنن فنص على أنه كتاب السنن والسنن جمع سنة السنن جمع سنة وهي مرادفة مرادفة للحديث النبوي السنة مرادفة للحديث النبوي يعني معناها نفس معنى الحديث النبوي وهو الحديث النبوي ما هو أقوال النبي صلى الله عليه وسلم أو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية السن أو خلقية أو صفة خلقية أو خلقية هذه كلها يطلق عليها الحديث الحديث النبوي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم السنة ترادفه بمعنى الحديث أيضا وفرق بعض العلماء بين السنة والحديث بتفريق فقالوا بأن السنة هي السلوك العملي سواء كان فيه رواية عن التشريع يعني الأحكام الشرعية سواء كان هناك فيه أقوال يعني كلام أو رواية أو ليس فيه وأما الحديث فهي رواية لكن الأرجح والأشهر أن السنة مرادفة للحديث مرادفة للحديث وسماها السنن لأن هذا اصطلاح عند أهل الحديث السنن اصطلاح من اصطلاحات المؤلفات التي ألفها أهل الحديث منها الجوامع والمسانيد والمعاجم والأجزاء وغير ذلك فالسنة في اصطلاح أهل الحديث هو الكتاب الذي رتبت أحاديثه على الأبواب الفقهية على الأبواب الفقهية هذا كما ذكره عبد الحي الشيخ العلام عبد الحي الكتاني في رسالته المستطرفة التي سماها رسالة المستطرفة في مشهور كتب السنة المشرفة فذكر أن كلمة السنن أو أن مصطلح السنن هو تعبير عن الكتب التي ألفت مرتبة على الأبواب الفقهية أحاديثها مرتبة على الأبواب الفقهية الأحاديث التي في هذا الكتاب مرتبة على الأبواب الفقهية يعني يبدأ بالصلاة ثم الزكاة كتاب الصلاة ثم كتاب الزكاة ثم كتاب الصيام ثم كتاب الحج ثم البيور أو النكاح إلى غير ذلك إلى آخر الأبواب الفقهية المعروفة وأن ذكر كذلك في هذه الرسالة أن المؤلفين في الحديث قبل زمان أبي داود كانوا يؤلفون الجوامع والمسانيد لكن لم يمحضوها للسنن الأحكام السنن الأحكام يعني إنما ذكروا فيها بالإضافة إلى الأحكام يعني أحاديث الأحكام أيضا ذكروا أخبارا وقصصا أخبار وقصص وآداب ومواعظ هذه موجودة في كتب الجوامع والمسانيد مثل الصحيحين ومثل بقية الكتب الحديثية الأخرى ومثل مسند الإمام أحمد وأبي يعلى ومسند البزار وغيرها فهذه تشتمل على هذه كلها ليست ممحضة فقط للأحكام كما هو الحال في كتب السنن وعلى رأسها وفي الطليعة منها كتاب السنن لأبي داود الذي ذكر كثير من أهل العلم أنه أول من ألف في السنن على هذه الطريقة أول من ألف في السنن في هذه الطريقة ذكر بعض العلماء ذلك لكن ونازع في هذا بعضهم قال لا ليس هو من أول من ألف في السنن وعلى أي حال فإن المؤكد المؤكد أنه رحمه الله أن أبا داود رحمه الله هو من أوائل المؤلفين في السنن السابقين إلى ذلك لا شك في هذا حتى لو لم يكن هو أول من ألف في السنن لمنازع في هذا لكن بدون شك وبدون خلاف أنه من أوائل المؤلفين يعني من السابقين إلى التأليف في هذه السنن حتى أن الخطابية رحمه الله صاحب الكتاب الذي شرح هذه السنن والذي سيكون هذه الدرس في هذا الكتاب ما لا إلى هذه القضية وهو أن أبا داود رحمه الله قد ألف في هذا التأليف في هذا الكتاب تأليفاً ذكر فيه من أصول العلم وأمهات الفقه ما لم يتقد إسبقه فيه سابق ولا لحقه فيه لاحق يعني جزم بأنه على هذا التأليف أن أبا داود رحمه الله في هذا الكتاب لم يتقدمه سابق إلى ما جمع فيه من أصول العلم وأمهات الفقه ولا لحقه فيه أيضاً لاحق يعني تميز على من ألف فيه هذا سواء من سبقه إذا قلنا أنه من السابقين يعني من المؤلفين الآخرين أو من لحقه بعد ذلك هو تميز عليهم بأنه بهذا التصنيف الذي بهذه على الطريقة وعلى هذا الرصف وعلى هذا التبويب الذي يعني لم يتقدمه أحد قبله ولم يلحق به أحد فيه الإمام أبا داود رحمه الله كما قلنا مؤلف هذه السنن لقي من الثناء العاطر من أئمة هذا الشأن ما لا مزيد عليه فالإمام ابن حبان رحمه الله صاحب الصحيح يقول فيه يقول في أبي داود كان أحد أئمة الدنيا أحد أئمة الدنيا فقهاً وعلماً وحفظاً ونسكاً وورعاً كان أحد أئمة الدنيا شوف كلام ابن حبان هذا أحد الأئمة أحد أئمة المحدثين المعروفين صاحب الصحيح ابن حبان البستي رحمه الله يقول في أبي داود كان أحد أئمة الدنيا فقها وحفظا شوف جمع بين الفقه والحفظ لأنه سأتي كلام على موضوع الجمع بين الفقه والحديث كلام بالخطابي رحمه الله الإمام الخطابي في صدر مقدمة على الكتاب عندما تكلم أن الناس في زماننا انقسموا إلى فرقتين أهل حديث ونظر وأهل رأي وأهل حديث وأثر وأهل رأي ونظر يعني سيأتي كلام على مسألة الجمع بين الحديث والفقه فيما عندما نتكلم أو عندما يأتي الكلام على كلام الخطابي رحمه الله في انقسام الناس في زمانه إلى هاتين الفئرتين فقال كان أحد أئمة الدنيا فقها وعلما وحفظا ونسكا وورعا وإتقانا جمع وصنف وضب عن السنن جمع رحمه الله وصنف رتب يعني رتب كما قلنا الأحديث هذه الأحكام التي رتب على أبواب الفقه وذب يعني دافع عن السنن رحمه الله دفاعا عظيما ابن الأعراب أحد رواة السنن أبو سعيد من الأعراب أحمد بن محمد وهو الحافظ العالم الزاهد الورع شيخ الحرم وهو أحد رواة هذه السنن عن صاحبها أبي داود يقول لو أن رجلا شوف اسمعها لهذه الكلمة العجيبة لو أن رجلا لم يكن عنده من العلم إلا المصحف وهذا الكتاب لم يحتج معهما لم يحتج لا يحتاج يعني هذه مجزومة لأنه فعل لم يحتج لم يحتج مو من الاحتجاج لا من الحاجة لم يحتج من العلم لم يحتج معهما إلى شيء بتة قال هذا الكلام وكتاب سنن أبي داود بين يديه كما هذا الكتاب بين يديه قال أنه لما كان كتاب السنن أبي داود بين يديه قال هذا القول أنه لو أن أحدا لم يكن عنده في بيته إلا هذا المصحف إلا المصحف وهذا الكتاب يعني سنن أبي داود لم يحتج إلى شيء معهما يكفيه يعني المصحف وسنن أبي داود هذا قاله الإمام الحافظ الورع شيخ الحرم الحافظ ابن الأعرابي أحد رواة السنن عن صاحبه أبي داود الحافظ الحربي إبراهيم الحربي رحمه الله صاحب غريب الحديث إيش يقول يقول كلمة أيضاً عجيبة أولين لأبي داود الحديث كما أولين لداود النبي عليه السلام كما أولين لداود الحديد أولين لأبي داود الحديث النبوي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أولين لداود عليه السلام النبي الحديد يعني معنى أنه أن أبا داود رحمه الله كما أن داود عليه السلام أولين له الحديد فصار يتصرف فيه ويصنع منه الدروع السابغات ويصنع ما شاء من الجفان والجواب الراسياء وغير ذلك من الصناعات المعدنية أو الحربية كذلك ممكن أن نقول أسأل سلحة الحرب ومن السيوف ومن غيرها والخوذات وغيرها يعني يتصرف بها بما شاء أولين له الحديث لأن الله ألان له الحديث فكذلك الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله أولين له الحديث يعني أنه أتقنه وتمكن وتضلع منه بحيث يساري أصبح التصنيف فيه والكلام فيه وبيان ما فيه من الأحكام والفوائد والفرائد وغير ذلك أصبح مثل إلانة الحديد لداود عليه السلام أصبحت متواعة متواعة لديه سهلة عليه فيه إشارة في هذا الشهادة وإشارة إلى تمكنه رحمه الله وتضلعه وتمكنه من التصرف الذي يقتضيه هذا العلم الشريف حسب القواعد المصالحة ثم أيضا ممن أثنى عليه أيضا الذهبي الإمام الذهبي رحمه الله في سيارة أعلام النبلاء فقال كان رأسا في الحديث والفقه شوف كان رأسا في الحديث والفقه الاثنين بل أكررها كان رأسا في الحديث ورأسا في الفقه في الاثنين رأسا في الحديث ورأسا في الفقه ذا جلالة وحرمة وصلاح ذا جلالة وحرمة وصلاح وورع حتى أنه أو حتى إنه كان يشبه بأحمد رحمه الله فالثنى عليه كثير رحمه الله وهذه نبذ أن أقتصر على بعضها لكلام على الفوائد الباقية أو المهمات الباقية المتعلقة بهذا فقلت إن السنن هي الكتب المرتبة على الأبواب الفقية فأصبح بذلك المقصود بالسنن الكتب التي تجمع الأحاديث الأحاديث النبوية فقط المرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما في موقوف ما في حديث صحابي ما في آثار هذه السنن أول صفة لها أنها تجمع الأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم الصفة الثانية أنها متعلقة بالأحكام فقط ليس فيها كما قال هو رحمه الله في رسالته لأهل مكة لم أذكر فيه كتاب الزهد وكتاب الفضائل الأعمال وغير ذلك لم أذكره إنما جعلته خاصا بالأحكام فقط الأحكام فالصفة الثانية أنها الأحاديث هذه متعلقة بالأحكام الثالثة أنها مرتبة على الأبواب الفقية يعني كتاب الصلاة ثم الزكاة ثم الصيام ثم الحج إلى غير ذلك فقال رحمه الله لم أصنف في كتاب السنن إلا الأحكام ولم أصنف كتب الزهد والفضائل وفضائل الأعمال وفضائل الأعمال وغيرها هذا كما قاله في رحلته في رسالة الأهل مكة أحاديث هذا الكتاب أحاديث سنن أبي داود رحمه الله هذه من المواطن الهامة في البحث أيضا أو في الكلام على سننه أحاديث رحمه الله أحاديث كتابه السنن هي كما نص عليها وبينها أربعة آلاف وثمانمائة حديث ذكر أربعة آلاف وثمانمائة حديث كلها في الأحكام كلها في الأحكام نص على ذلك في رسالته على أهل مكة وكما هو واضح ممن يستقرئ ويتتبع حديث الكتاب كلها في الأحكام كما يقول لم يذكر فيها غير الأحكام الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث لكن العدد في هذه السنن يختلف عدد السنن الكتاب سنن أبي داود أربعة آلاف وثمانمائة على ما نصه هو رحمه الله على ذلك لكننا نجد اختلافات في النسخ نجد اختلافات في النسخ في نسخ هذه السنن سبب ذلك ما هو وكثرة الرواة أيضا ذكروا سبعة رواة وبعضهم أوصلهم إلى تسعة ولكن الأشهر من رواة السنن يعني الرواة الذين روىوا هذه السنن عن أبي داود أشهرهم أربعة الأول أبو علي اللؤلؤي أبو علي اللؤلؤي محمد بن أحمد هذا توفي سنة ثلاثمائة وثلاثين روايته للسنن هذه أصح الروايات وأشهرها وهي العرضة الأخيرة يعني نسخة الأخيرة لأنها قرأها على أبي داود مرات متعددة آخر هذه القراءات في السنة التي توفيها فيها أبو داود رحمه الله يعني مئتين وخمسة وسبعين فهي تمثل العرضة الأخيرة زي المؤلف المؤلف مثلا لم يؤلف كتاب ويطبعه عدة طبعات ينقح ويزيد فيها وكذا الطبعة الأخيرة التي استقر عليها المؤلف يعني تمثيل هذا تشبيه على النسخ هذه أهمية النسخة هذه هي التي تمثل الطريقة أو الصفة التي ارتضاها عليها المؤلف فهذا رواية اللؤلؤي رحمه الله هي تمثل العرضة الأخيرة أو نسخة الأخيرة التي اعتمدها الإمام أبو داود رحمه الله لأنه قرأ عليه في آخر حياته في السنة التي توفي فيها اللؤلوي هذه الرواية الثانية رواية ابن داسة أبو بكر أبو بكر محمد ابن بكر ابن داسة التمار هذا المتوفى سنة ثلاثمائة وأربعين ثلاثمائة وستين واربعين هذه الرواية مشهورة أيضا ولسيما في بلاد المغرب مشهورة ولسيما في بلاد المغرب وهي قريبة من رواية اللؤلوي يعني متقاربة من رواية الثابقة المشهورة التي قلنا أنها أشهر روايات وآخرها التي عرضها على أبي داود وقرأ عليه في آخر حياته في سنة التي توفي فيها هذه الرواية رواية ابن داسة أيضا قريبة من رواية اللؤلوي وليس فيها اختلاف بينها ورواية اللؤلوي إلا بالتقديم والتأخير الرواية الثالثة المشهورة أيضا وهي رواية ابن الأعرابي الذي ذكرنا قوله قبل قليل أبو سعيد الأعرابي أبو سعيد الأعرابي أحمد بن محمد الإمام الحافظ الزاهد شيخ الحرم هذا أحد رواة السنن عن أبي داود كذلك وروايتها فيها نقص روايته فيها نقص من بعض سقط منها بعض الكتب من كتب السنن التي هي 36 كتابا السنن هذه تضمنت 36 كتابا يعني كتاب الصلاة هذا واحد كتاب الصيام اثنين كتاب الزكاة ثلاثة وهكذا حتى بلغت 36 كتابا في نحو 1886 بابا في 1886 باب فهذه رواية من الأعرابي رحمه الله نقصت من آخرها كما وجد المتتبعون بعض الكتب من كتاب اللقطة وغيره ثم بعد ذلك الرواية الأخيرة أو الرواية المشهورة الرابعة رواية ابن العبد رواية ابن العبد وهو أبو الحسن علي بن الحسن أبو الحسن علي بن الحسن المعروف بابن العبد ابن العبد هذا أحد الرواية أيضا رواية الرواية أحد الرواية الأربعة المشهورة من سنن أبي داود وهذه الرواية تتميز بأنها فيها كلام على جماعة من الرواه لم ليست موجودة في رواية اللؤلوي وهي الرواية الأولى الرواية الأشهر والأكثر والتي رواها أهل العلم واتصلت بأسنادهم إلى الخطيب البغدادي ثم اتصلت من بعد الخطيب البغدادي رحمه الله إلى عصرنا هذا برواية اللؤلوي هذه فيها رواية ابن العبد فيها إضافة يعني فيها إضافة على رواية الأولي في جماعة في كلام على جماعة من الرواه في رواية خامسة أقل شهرة رواية أخيرة وهي رواية الرملي رواية الرملي وهو أبعيسى إسحاق ابن موسى ابن عبد بن سعيد الرملي المتوفى السنة 320 هذه أقل شهرة من رواية الأربعة لكنها تذكر كثيرا فيها لما تكلم أبو داود رحمه الله على أحاديث هذا الكتاب في رسالته إلى أهل مكة قال في وصف هذه السنن أو في وصف أحاديث هذا الكتاب قال ذكرت فيه الصحيحة ذكرت فيه في هذا الكتاب في كتاب السنة الصحيحة وما يشبهه وما يقاربه ذكرت فيه الصحيحة وما يشبهه وما يقاربه وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح وبعضها أصح من بعض وما فيه من وهن شديد فقد بينته إذن ذكر فيه الصحيح الصحيح قيل في معناه أنه الصحيح أقصد بالصحيح لذاته الصحيح لما ذكرت فيه الصحيحة وما يشبهه وما يقاربه وما لم أذكر فيه شيء فهو صالح وبعضها أصح من بعض وما فيه وهن شديد يعني ضعف شديد الأحديث التي هي وهن شديد ضعف شديد فقد بينته يعني لا يسكت عليه أسألت أن أبين هذا بعد قليل إن شاء الله فالصحيح قالوا قصده بالصحيح الصحيح لذاته الذي اجتمعت فيه شروط الصحة الخمسة تصال السند وعضالة الروا وضبطهم وعدم الشذود وعدم العلة ما يقاربه مقارب الصحيح قال اشبهه الصحيح وما يقاربه ما يقارب الصحيح قالوا أنه الأرجح أو يعني جائز أن يقصد بذلك الصحيح لغيره هذا شبيه للصحيح مندرج في نوع الصحيح لكنه أقل أنزل درجة فهو شبه شبيه الصحيح الصحيح لغيره وهو الحسن الذي جاء من طرق متعددة فانجبر وارتقى إلى درجة الصحيح هذا الصحيح لغيره هذا مشابه وذكرت فيه الصحيحة وما يشبهه وما يقاربه المقارب للصحيح إيش هو المقارب الصحيح هو الحديث الحسن الحديث الحسن اللي نفس شروط الصحة لكن فقط في شرط الضبط قف ضبطه وما يقاربه والصالح الصالح للاعتبار الحديث الصالح الذي يصلح للاعتبار وبعضها أصح من بعض طبعا لأنها درجات الصحة متفاوتة وما فيه ضعف شديد فقد بينته التزم بذلك هذه الأحاديث التي فيها ضعف شديد أنا بينته فلا يسكت عليه إذن أحاديث هذا الكتاب كما بينها الإمام الذهبي رحمه الله على ستة أنواع أحاديث الكتاب السنن على ستة أنواع يعني الأربعلاف وثمانمائة حديثة التي أوردها الإمام أبو داود في كتابه رتبها أو صنفها أو قال الحافظ ذهبي في سيرة علامة النبلاء أنها على ستة أنواع النوع الأول وهو أعلى ما في الكتاب أعلى ما في الكتاب يعني أحاديث عالية يعني عالية الرتبة صحيحة وهي ما أخرجه الشيخان أحاديث أعلى ما في الكتاب أخرجها التي أخرجها الشيخان رحمهم الله وهذه تقارب شطر الكتاب يعني ما يزيد على أكثر من ألفين حديث إذا قلنا أربعلاف وثمانمائة السنن يعني ما يزيد عن ألفين مدام أن نحو شطر الكتاب هذه أخرجها الشيخان يعني أحاديث صحيحة هذا النوع الأول من أحاديث السنن النوع الثاني ما أخرجه أحدهما ما أحرجه أحد الشيخين ولم يخرجه الآخر النوع الثالث ما لم يخرجه واحد منهما لم يخرجه لا البخاري ولا المسلم وما لا البخاري ولا مسلم رحمه الله لكنها جاءت بإسناد جيد جاءت بأسانيد جياد جيدة ليس فيها الشذوذ والعلة هذا النوع الثالث لم يخرجها أحد من الشيخين ولكنها جاءت بأسانيد جياد لا شذوذ فيها ولا علة النوع الرابع من أحاديث هذه السنن وهو ما جاء فيه ما كان إسناده صالحا وقبله العلماء يعني حديث يذكر أبو داود بإسناد صالح قبله العلماء لمجيئه من وجهين لينين قبلوه لأنه جاء من وجهين طريقين إسنادين يعني لينين فيهما ضعف فصاعدا من وجهين فصاعدا هذا النوع الرابع النوع الخامس ما ضعف إسناده من أحاديث السنن بسبب نقص حفظ راوي يعني سوء حفظ راوي عبادة الذهب بسبب نقص حفظ راوي فهذا يسكت عنه أبو داود رحمه الله غالبا يسكت عنه غالبا في الغالب أن يسكت عنه لأنه ضعف محتمل قريب ضعف محتمل فيسكت عنه القسم النوع السالس والأخير وهو ما كان بين الضعف شديده شديده ما كان بين الضعف وشديده فهذا لا يسكت عنه لا يسكت عنه أبو داود رحمه الله بل يبينه بل يبينه وقد يسكت أحيانا إذا كان استفاد بسبب شهرة الحديث بأنه من نكارة مشهور يعني مستفيد عن الناس بأن هذا منكر فيسكت على ذلك ليس لأنه ثابت ولكن لاشتهار نكارته الحديث مشتهر بأنه منكر فيسكت على ذلك أحيانا لكن ما فيه ضعف شديد من أحاديث السنة وهي قليلة قليلة جدا مع ذلك بينها رحمه الله لأنه التزم بذلك فقال وما كان فيه أي في هذا الكتاب من وهن شديد فقد بينته بينته لا يسكت عنه هذا ما يتعلق بأنواع حديث هذا الكتاب لكنه قلنا أنه يسكت عن الحديث الضعيف الذي سبب ضعفه سوء حظ راوي ليس طعن في عدالة الراوي يعني الضعف حصل أو نشأ بسبب سوء الحفظ ليس بسبب الطعن في عدالة ما قاله كذاب أو متهم لكن كان الضعف بسبب سوء الحفظ في الراوي فهذا يسكت عليه لأنه ضعف محتمل هذا محتمل يأتي من طرق أخرى ينجبر فيرتقي إلى درجة الحسن لأنه ضعف محتمل يسكت عليه أو سكوته لأنه ذكر هذا الضعف تكلم عليه ضعفه في كتب أخرى مثل جوابه على أسئلة أبي عبيد الآجري أبو أبي عبيد الآجري له سؤالات يسأل فيها أبا داود عن بعض الأحاديث فيذكر فيها الضعف يذكر الحديث الضعيف يقول هذا ضعيف أبو داود رحمه الله يذكر الضعف فما دام أنه ضعف هناك ما يحتاج يذكره مرة وثاعة يضعفه هنا في السنة مرة وثاعة لأنه قد ضعف هناك في الإجابة على أسئلة أبي عبيد الآجري فسكوته عن الضعف إما لأنه ضعف محتمل يعني ليس ضعفا شديدا ضعف محتمل يعني هذا ليس ضعفا شديدا فهو محتمل يمكن أن يجبر هذا الضعف بمجيء من طرق أخرى لأنه سبب الضعف سوء حفظ الراوي نقص حفظ الراوي كما هي عبارة الذهب حفظ الراوي هي ضعف فنشأ ضعف الحديث من هذا لكنه ضعف محتمل ليس كالضعف الشديد ضعف محتمل يمكن أن ينجبر من وجوه من طرق أخرى وقد ذكر أيضا أن في شرط هذا يدقون إلى الكلام على شرط أبي داود أنه رحمه الله يخرج هو والنسائي رحمه الله يخرج أحاديث أقوام لم يجتمع لم يجتمع على تركهم لم يجتمع على تركهم لم يجتمع أحد العلماء لم يجتمع العلماء على تركهم الأحاديث الزوائد في سنن أبي داود يعني زوائده عندنا الكتب الستة الصحيحان وهي الصحيحان والسنن الأربع التي أحدها سنن أبي داود الزوائد الأحاديث التي زادها أبو داود على الكتب الستة قليلة جدا حاديث زوائده قليلة جدا لكنها حسنة الحال أحسن حالا من زوائد ابن ماجا رحمه الله ابن ماجا وهو سادس الكتب الستة صاحب السنن وهي سادس الكتب الستة ابن ماجا غالب ما ينفرد به عن الخمسة يعني عن الصحيحين وأبي داود والترمذي والنساء غالب ما ينفرد به هو ضعيف أما زوائد أبي داود فتتميز مع قلتها يعني الأحديث الزائدة على البقية الكتب الستة وما هي؟ وهي الصحيحان وسنن الترمذي وسنن النساء وسنن ابن ماجا زوائده على هذه الكتب قليلة جدا لكنها حسنة الحال أحسن حالا من زوائد ابن ماجا رحمه الله لأنها غالب زوائد من؟ زوائد ابن ماجا غالبها ضعيف بالتتبع تبين أن غالبها ضعيف هذا الكتاب فيه مزايا وخصائص وطريق ومنهج اختطته الإمام أبو داود رحمه الله في هذا الكتاب فمن أهم خصائصه تعدد الطرق الطرق يعني الأسانيت أن يذكر الحديث بإسناد له ثم يتبعه بإسناد آخر طريق آخر يتبعه بطريق آخر قبل أن يذكر المتن المتن وهو ألفاظ الحديث المتن ألفاظ الحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم فهو يذكر في أحاديث كثيرة في هذه السنن يرويها بأكثر من إسناد يسمى الإسناد يسمى الطريق أيضا وسبب ذلك أنه يعني أذكر هذه الطرق تعدد الطرق في الحديث سببها إيش؟ سببها أنه أن في بعض الطرق زيادة فيها فائدة زيادة إما في السند وإما في المتن فيها زيادة ألفاظ إما في الحديث وإما في متن الحديث إما في لفظ الحديث أو في سنده فيورد هذه الطرق قبل ذكر متن الحديث كما قلت وعند التحول يعني ذكر إسناد ينتقل إلى الإسناد الآخر يقول إيش حاء حاء كما يصنع مسلم رحمه الله حاء يعني تحويل يعني تحول الحديث أو الإسناد من إسناد إلى آخر اكتب حاء على طريقة المحدثين على طريقة المحدثين عندما يرمزوا إلى تحول الإسناد من إسناد إلى آخر بحاء حاء يعني أنه يتحول أو تحويل من إسناد إلى إسناد آخر غرضه من إرادة طرق هذه المتعددة كما قلت هو ذكره هو نفسه أو هو نفسه ذكر غرضه من إعادة الطرق وإذا أعدت الحديث في الباب من وجهين أو ثلاثة يعني من طريقين أو من إسنادين أو ثلاثة فإنما هو من زيادة كلام فيه أجل هذا ذكر الإسناد الثاني الذي هو زيادة كلام في لفظ الحديث في متن الحديث لكن من الإسناد الثاني ليس موجودا في الأول لذلك يذكر الإسنادين وربما يكونه كلمة زائدة فيه على الأحاديث إما لفظ أو كلمة زائدة على الأحاديث فلذلك يذكر الإسنادين أولاً ثم يذكر بعد ذلك مثل الحديث أيضاً من منهجه أو طريقته أو من خصائصه تكرار الحديث يكرر الحديث في أكثر من موضع يكرر الحديث في موضع وهذا مثل صنيع الإمام البخاري رحمه الله مثل صنيع الإمام البخاري رحمه الله لكنه لم يبلغ مبلغه البخاري رحمه الله يقطع الأحاديث كثيراً تقطيعاً كثيراً في أبواب متفرقة لماذا؟ لأن الحديث لأن صاحب جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم اختصر له الكلام اختصاراً يتضمن جوامع الكلم يعني معنى إيش؟ معنى الكلام القليل الذي يعتمي معاني كثيرة جوامع الكلم مع كلام قليل لكنه يجتمل على معاني كثيرة المعاني الكثيرة هذه تتعلق بأحكام في أبواب متفرقة فيفرقها يذكر هذا الحديث في هذا الباب ليستشهد به على حكم في هذا الباب يأتي بنفس الحديث فيذكره في باب آخر ليستشهد به على مسألة أخرى يقتضيها المقام مناسبة لترجمها في هذا الباب ليذكر في حكماً آخر فيكرر الأبواب الكتب المرتعة على الأبواب الفقية لا بد فيها يعني لا مناصة من تقرار الحديث فيها لكن منها ما هو مكثر في تقرار الحديث وتقطيعه مثل صنيع من الإمام البخير رحمه الله مشهور بتقطيع الحديث وتقراره حتى أنه يذكر الحديث أحياناً في موضع لا يتبادر إلى الذهن أنه فيه يعني ما تتخيل أنه أن الحديث سيكون في هذا الموضع هذا طبعاً قبل الفهارس وقبل الإجهزة العلمية الآن والمكتب الشامل والمكتب العلمي الزمان في السابق ولذلك كانوا يتعبون كتاب متعب كما يقول الخبارة به على فضيلته وجلالته وتقدمه في هذا الشأن لكنه فيه تعب بسبب هذا التقطيع من أسباب تقطيع حديث وتقراره في أكثر موضع حتى قالوا أن بعض الحفاظ أنكر وجود الحديث في البخاري مع وجوده فيه مع أنه فيه بسبب إيش؟ بسبب هذا التقطيع والتقرار أنه يذكر في موضع أنت ما يتبادر إلى ذهنك أنه فيه في هذا الموضع فلذلك تقول لا لم يخرجه البخاري لأنه ما تتصور أنه ذكر في هذا الموضع الذي ذكروا فيه بسبب حمله على ذلك وهو أريد أن يستنبط منه حكما مناسبا في هذا الباب أو لهذه المسألة كذلك أبو داود رحمه الله أيضا من مميزات كتابه تكرار الحديث لكن التكرار هذا قليل ليس كتكرار البخاري هذا أقل تكراره للحديث أقل أيضا مما تميز به رحمه الله الدقة في إرادة الروايات دقيق رحمه الله كان دقيقا غاية الدقة في إرادة الروايات في كتابه فمثلا يذكر في حديث الاستبراء أو الاستنزاه من البول في باب الاستبراء من البول يقول في حديث لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير لما مر على قبرين وقال إنهما يعذبان أما إنهما يعذبان النصاحبي هذين القبرين يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان يمشي بالنبيما وأما الآخر فكان لا يستنزه من بول يستنزه يستبرئ يعني يستبرئ من البول استبرئ يعني أتأكد من خروج البول كاملا ما بقى منه شيء الاستنزاه استبراء لا يستنزه من بوله فهذا الحديث رواه أبو داود رحمه الله عن زهير ابن حرب وعن هناد ابن سري عن اثنين حديث الاستنزاه من البول أما أحدهما فكان يمشي من نميمة والآخر فكان لا يستنزه أو يستبرئ من بوله لا يستنزه هكذا في رفض سنن أبي داود يستنزه رواه أبو داود عن زهير ابن حرب وهناد ابن سري لما رمى ذكر الحديث قال بعد إيراده وقال هناد يعني أحد الشيخين قال وكان لا يستطر يستطر من الاستتار استطار شيء ثاني غير الاستنزاه الاستنزاه والاستبراء معنى واحد يستنزه يستبرئ لكن هذا في رواية هناد قال لا يستطر من إيش الاستتار استطر من السترة من الاستتار ما ليس من الاستنزاه ليس من التبرأ فمن دقته رحمه الله مع أنه روى الحديث نفس هذا الحديث عن الشيخين عن زهير بن حرب وعن هناد ابن سري لكن هناد ذكر لفظا لم يذكره الشيخ الآخر فسرد أو أورد أبو داود الحديث ثم عقب على ذلك بقوله جاب الاختلاف وقال هناد أحد الشيخين بدل يستنزه مكان يستنزه يستتر كان لا يستتر من بوله لكن هو رجح رحمه الله أن المقصود الاستنزاه والاستبراء بدليل أنه عنوان أو ترجم عنوان الباب عنوان على هذا الحديث رحمه الله بقوله باب الاستنزاه من البول يعني ذكر كلمة الاستنزاه باب الاستنزاه من البول ما يتكر الاستتار فمعنى ذلك أن أبا داود رحمه الله رجح الرواية الأولى التي رواها زهير بن الحرب وهي الاستنزاه وهي الأشهر وهي الرواية التي في الصحيح وقلنا أن أحاديث التي أخرجها الشيخان تمثل شطر أحاديثها الكتاب نصف أحاديث السنن أخرجها الشيخان فهذا منها هذا من الأحاديث التي في الصحيح أيضا التي رواها الشيخان رحمهم الله في صحيحيهما فاستتر إذن رواية أو الطريق الذي لفظ الحديث من رواية هنناد من الحربي هنناد السري أيضا في حديث البول في المستحم في باب البول في المستحم المستحم مكان الاستحمام مكان الاقتصال المستحم مكان الاستقسال المكان الذي يستحم فيه يقتسل فيه ففي باب البول في المستحم ذكر الحديث الذي أخرجه عن الإمام أحمد رحمه الله وعن الحسن بن علي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في مستحمه ويغتسل فيه لا يبولن أحدكم في مستحمه يعني المكان الذي يستحم فيه الحمام الذي نسميه الآن ثم يغتسل فيه يتبول ثم يغتسل في نفس المكان نهى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا يبولن أحدكم في مستحمه مكان استحمامه ويقتسل فيه لماذا؟ لخشية التنجس هذه واضحة العلة لكن المهم أنه قال أن أبا داود رحمه الله قال في أثناء هذا الحديث بعد أن قال روى متن الحديث لا يبل أن أحدكم في مستحمي ثم يقتسل فيه قال في أثناء الحديث وقال أحمد هذا أبو داود يقول وقال أحمد ثم يتوضأ بدل يقتسل الحديث في الأول قال لا يبل أن أحدكم في مستحمي ثم يقتسل فيه لكن أبا داود رحمه الله الذي روى هذا الحديث عن أحمد رحمه الله وعن حسن حسن بن علي قال وقال أحمد ثم يتوضأ بدل يقتسل يعني حتى الوضوء الوضوء والاغتسال كلها داخل في الحديث لكن لفظ الإمام أحمد الذي رواه أبو داود عنه ليس يقتسل ولكن يتوضأ فصار الحديث عند أحمد لا يبلن أحدكم في مستحمه بدل ثم يقتسل فيه ثم يتوضأ فإن عامة عذاب القبر من فإن عامة عذاب القبر معظم عذاب القبر من هذا من هذا من عدم الاستنزاه بالبول من البول أو الاقتسال مثل الأمر الوارد في الحديث ولهذا قال العلماء إن الاستنزاه من البول له خصوصية في عذاب القبر لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على ذلك في هذا الحديث فقال فإن عامة عذاب القبر منه من هذا من هذا الفعل وهو عدم الاستنزاه هذا كله يدخل في عدم الاستنزاه وعدم استبراء وعدم يعني التوقي عدم التوقي والحذر من النجاسة بدون أن يبالغ في ذلك حتى يصل إلى الوسواس ثم الاقتصار من خصائصه كذلك الاقتصار رحمه الله أنه يأتي بالحديث الطويل وهذا أيضاً ذكره هو في رسالتي كذلك إلى أهل مكة قال وربما ذكرت الحديث الطويل فاختصرته فاختصرته لماذا؟ يقول لأنه لأنه لو كتبته بطوله هذا قوله رحمه الله لو كتبته بطوله لم يعلم كل أحد موضع الفقه فيه يعني في حديث طويل في أحكام فقية فأنا لو ذكرت لكم الحديث بطوله يخفى موضع الفقه الموضع اللي أنا أريد أن أستنبط من الفقه لأنه كتابي الذي عقدت كتابي عليه وهو بيان الأحكام في القياة ما يتضح يضيع يضيع في وسط طول الحديث الحديث طويل فيه حديث طويلا وفيه كتب مصنفة فيها الأحاديث الطوال ألف فيها الحافظ الطبراني أبو القاسم سليمان بن أحمد له كتاب الأحاديث الطوال فيه نحو أكثر من 62 حديثاً كلها حديث طويلة كلام صفحتين ثلاثة أربعة صفحات حديث واحد فهذه الحديث الطوال وهذه قليلة في أبي داود لكن ما ورد منها من حديث طويل فإنه يختصره حتى لا يضيع موضع الفقه منه ما يعلم كل أحد موضع الفقه منه فلذلك اختصرته قال هذا سبب الاقتصار وقد يختصر في الأسانيد فيأتي بالإسناد الحديث ثم يقول وبنحوه راه فلان أو يأتي بالحديث يذكر مثل الحديث ثم يقول وراه فلان بمعنى يعني ما يكرر اختصار اختصاراً أيضاً حتى لا يطول لأن الكتاب أصلاً هو قال اختصرته اختصرته من حوالي 500 ألف حديث اختصرت منه هذه الأربعة آلاف وثمانمائة حديث وقال يكفي المرأة لدينه منها أربعة أحاديث ما هي اختصرته من خمسمائة ألف حديث قال ويكفي المرأة لدينه منها يعني جوامع الكلم التي تندرج فيها أحاديث الأخرى وتدخل فيها الأحكام وأبواب كثيرة أربحت أحدها إنما الأعمال والنيات الحديث المشهور حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وحديث من حسن إسلام المرأة تركه ما لا يعنيه وحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وحديث الحلال بيّن حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما الحلال بيّن والحرام بيّن وبينهما أمور مشتبهات قال يكفي المرأة يقول أبو داود رحمه الله من الأربعة آلاف وثمانمائة حديث يكفي المرأة لدينه هذه الأربعة الأحاديث لاجتمالها على مقاصد الدين وعلى مقاصده العظام وأحكامه العؤى الكبرى ويعني تتخللها أو تندرج فيها أحاديث كثيرة تحت هذه الأربعة الأحاديث ليس مقصوداً أن هذه الأربعة تغني عن الأربعة والثمانة فعلينا لا هذه ليست فيها أحكام كثيرة لكن هذه الأصول لذلك قال القطاب رحمه الله أنه لم يؤلف أحد في أصول العلم مثل ما صنع أبو داود في أصول العلم وأمهات الفقه ما أحد ألف مثل ما صنع أبو داود لم يسبقه أحد إلى ذلك فهذا دليل على ذلك هذه أصول العلم الأربعة هذه أصول العلم النبوي أو أصول الأحكام الشرعية هي مندرجة بطريق صريح أو بالمفهوم يعني بالمنطوق أو بالمفهوم داخلة مندرجة تحت واحد من هذه الأحاديث الأربعة التي تكفي المرأة بدينه عنانوين كتاب العناوين التراجم التي يقول عنها التراجم التراجم هي العناوين تراجم كتاب أبو داود يعني الحديث الذي يعنوين عليه يترجم له يعني يعنوين عليه هذه التراجم في الغالب مختصرة لأنها مصوغة صياغة فقهية تراجم أبي داود يعني عنوين التي يعقدها للأبواب الحديث يأتي بحديث فيبوب عليه بأن يقول مثلا باب البول في المستحم مثلا باب البول في المستحم أو الاقتصال فيه عبارة مختصرة لكنها مصوغة صياغة فقهية محددة لذلك اختصره حتى تكون عبارة فقهية مصوغة صياغة محكمة فلم يطول بخلاف عبارة البخاري أو تراجم البخاري لأنها فيها استفاضة ولذلك يتكلم عليها العلماء كثيرا وألفوا فيها الكتب تراجم البخاري تراجم البخاري فيها كتب كثيرة فقط في التراجم يعني عنوين الأبواب التي تحتها الأحاديث التي تحتها الأحاديث فهذه العناوين في أبي داود مختصرة اختصارا لأنها صياغة صياغة فقهية وأنها تتميز بأنها أيضا فيها ميزة مهمة وهي مسألة التشويق مسألة التشويق فيها تشويق صاغها أبو داود رحمه الله عناوين الأبواب عناوين الأبواب صاغها صياغة فيها تشويق للقارئ تلفت نظر تشويق حتى ينظر إلى ما تحت هذه الترجمة ما يمر عليها مرور كهكذا لما يسمع أو لما يقرأ يقع نظره على ترجمة من التراجم يعني عنوان من عناوين الأبواب لا يتركها لا يستطيع ولا يملك أن يترك هذه الترجمة حتى يقرأ ما تحتها من الحديث لأنه شوق مثال ذلك مثال ذلك أنه قال رحمه الله باب المأموم باب المأموم ينعس والإمام يخطب الذي يقرأ هذا العنوان يعني طالب العلم قد يقصد قد يفهم المقصود من ذكر العنوان لكن أكثر الناس لا يدري ما مقصود أبي داود رحمه الله بهذه الترجمة يعني إيش الحالة هذه ما هي باب المأموم ينعس والإمام يخطب ما استفدنا شيء يعني ما خرجنا من هذه الترجمة بشيء أليس كذلك ما خرجنا من شيء خرجنا بأنه في مأموم ينعس والإمام يخطب بس حالة يعني هذه حالة أمامنا لكن ماذا نفعل نصنع ماذا نستفيد ما فيه فهو يعقد رحمه الله أو يذكر بعض التراجم بهذه الصيغة تشويقا للقارئ حتى استجلبه حتى يعني يقوي عزمه على أن ينظر إلى الحديث الذي ترجمه تحت هذا الحديث أليس كذلك هذه ترجمة هي ترجمة لحديث عنوان لحديث فلما يقرأ الترجمة يشتاق إلى ما بعدها في تشويق زي ما يسمعه الآن في الإخراج الفني في البرامج أو في كثير وفي كتب وفي غيرها ما يتفنن في الإخراج تشويقا للقارئ أو للناظر إذا كان أجهزة يعني منظورة أو كتب أو غير ذلك مقروءة أو منظورة فيصنع المخرجون أساليب للتشويق فالمهم أنه عقد هذا الباب وترجمة بقوله باب المأموم ينعس والإمام يخطب ثم ذكر تحته حديث رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن قال إذا نعس أحدكم إذا نعس أحدكم في المسجد فليتحول من مجلسه ذلك إلى غيره شوف اللفظ اللفظ الحديث عم حتى من الترجمة يعني لفظ الحديث ليس فيه الإمام مخطب لكن يدخل فيه هذا الحال هذه الحالة التي ذكرها في الترجمة المقصود أن أبا داود رحمه الله ترجم على هذا الحديث بقوله بقول أو بعبارة لا يفهمينها المقصود هو متعمد لذلك متعمد لذلك قاصداً أن يشوق القارع حتى يعني يأخذ بيديه أو يأخذ بنظري حتى يقرأ الحديث الذي بعده ولا يمر عليه مره الكرام يشوقه إلى ذلك فالحديث الذي بواب عليه هو قوله صلى الله عليه وسلم إذا نعس أحدكم في المسجد فليتحول من مجلسه ذلك إلى غيره لكن إذا نعس في حلقة الدرس مثل هذه فيتحول فيتحول معنا أنه قطعان الدرس وفارقنا وتركنا بسبب هذه العلة أو هذه المشكلة الكلام أنه لما يكون الجالس لوحده ما يسمع درس أو كذا فنعس فيتحول إلى مكان آخر وهذا المقصود به تنشيط يعني التنشيط وبعث لأن الحركة قيامه من مكان إلى مكان تنشط لأنه يستمر ينعس سوف يستمر في النعاس إلى ما لا نهاية وقد يتمدد ويتحول المسجد إلى مكان نوم يعني يبدأ بالنعاس ثم يستمر بالنعاس حتى يتمدد يأخذ يمذيب ثم فحل هذا أشار عليه النبي صلى الله عليه وسلم أو نصحه صلوات الله وسلم عليه بحل يسير سهل أنه يتحرك من مجلسه يقوم من مجلسه يذهب بعيد يقوم من المكان فيه حتى يمشي مو يقوم يعني خطوتين لا يتحرك مسافة حتى تتحرك الدورة النموية في جسمي فيذهب عنه النوم الذي وفي الغالب يكون نوم في المسجد هذا في الغالب أن يكون من الشيطان حتى يعني يصرف صاحبه عن الحظوة بالأجر والثواب من قراءة وصلاة وذكر وطواف إذا كان هنا كما هنا في الحرم فيصرف عن ذلك الشيطان عدو إن الشيطان لكم عدو فاتخذوا عدو وعداوته أسالب عداوته لا نهاية لها فمن ذلك أنه يأتيه في الأماكن الشريفة وفي الأمواضع الشريفة فينيمه على ذلك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة